مع بداية فصل الصيف تعود معاناة المواطنين مرة أخرى بسبب الانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي في محافظة أبيان التي تسجل فيها درجات الحرارة أعلى المستويات الكهرباء عندنا تطفى ساعة تطفى خمس ساعات وطلسة ساعة وكل ما نسال صحاب الكهرباء إيش سبب الانقطاع يقولوا الديزل مش موجود شرب الحنش يوم تقي ساعة ويوم يعني تعبر من ثمان ساعات ويقولوا لك ما فيش يقدونه من عدن يوم يندونه ثلاثة ميجا يوم ما أعطونا رفضوا 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 المدير صحاب عدن الكهرباء نشترحنا محولات لنا في محافظتنا في الوقت الذي كان أعلن فيه محافظ المحافظة وهو مسؤول السلطة الأول هنا أن خدمة الكهرباء ستشهد تحسنا طفيفا خلال الأيام القادمة مبشرا باستجابة الحكومة في توفير احتياجات المحافظة من الخدمة إلا أن ذلك لم يكن كافيا ليبعث الطمأنينة لدى الناس خصوصا وأن الإشكالية المتعلقة بالطاقة الكهربائية كما يقولون في تفاقم مستمر بينما يؤكد مسؤولون في مؤسسة الكهرباء هنا على المشكلة بطريقتهم بالنسبة لأبيان الآن المتوفر لدينا من التوليد لا يتجاوز 12 ميجا 12 ميجا هذا لا تشكل يمكن حتى ربع احتياج شبكة المنطقة من الكهرباء بالكامل في مشاريع مستقبلية اللي هو أقرار 20 ميجا لعبيان ولكن هذا الموضوع بيشتي وقت يعني تقريبا أنه ما بنقدرش نلحق الصيف هذا الحالي تبدو تخوفات المواطنين طبيعية من احتمالية تكرر المأساة التي ضربتهم الصيف السابق حيث سجل في مديريتي زنجبار وجعار أكثر من عشر حالات وفات بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتعثر الخدمات الطبية في مستشفيات المحافظة